طيب نروح بقى لتنين من نجوم النادي الأهلي للمصابين وليد سليمان وكريم ندفد السناء استكمله طبعا تنفيذ برنامجهم التأهيل للتعافي من الإصابة وله زي ما احنا عارفين كان بيعاني من الإصابة في العضلة الخلفية تمزق في العضلة الخلفية كريم ندفد كان بيعاني في إصابة من الرجبة وليد سليمان خد تدريبات قوية الحمد لله تحت إشراف طارق عبدالعزيز ده أخصاء التأهيل في النادي الأهلي كريم ندفد كان عمل جلسة في الجيم عقبة تدريبات شوية بيجري حوالين الملعب في إطار استعدادات وإن شاء الله للمرحلة المقبلة كل يا رب إن شاء الله الشفاء السريع لوليد سليمان وكريم ندفد يا رب بايزين بس نتكلم هنا عن الحاجات الإجابية الحقيقة اللي بيعملها مسلماني النهاردة المدير الفني للنادي الأهلي مع لعيبة وهو الشغل على العمل والتحفيق العمل النفسي وإنك تحفز اللعيبة وده واضح جدا من خلال تطور أداء عدد من اللعيبة بشكل كبير بعد طبعا التعاقد مع موسماني النهاردة ده يعني بيحدث فارق كبير جدا مع اللعيبة النهاردة الموسماني عمل جلسة مع باكم وكان بيتكلم مع باكم في بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيزه هو كلاعب وكمان أم برضو بتحفيزه كمان للفترة أو المرحلة اللي جاية المهمة للنادي الأهلي وده بعد ما ظهر باكم الحقيقة بصورة رائعة جدا برضو فيه مباراة إمباريح لازم أننا نشيد بها أمام بارمتز بعد طبعا مشارك مكان محمد هاني اللي زي ما قلنا كان تعرض لإصابة زي ما قلق طبعا بيكا من اللعيبة المميزة جدا بيلعب باكمين بيلعب سردباك بيلعب كمان في وسط الملعب في كذا مركز فإن شاء الله كل التوفيق لي ودايما بنقول إحنا سمبورت لكل اللعيبة وخاصة اللعيب صغير بإذن الله يعني إضافة للنادي الأهلي بشكل كبير في نقطة كمان مهمة جدا لازم نتكلم بها في خصوص والتر بوائل طبعا المهاجم للمنطقة الحديثة للنادي الأهلي بيتعرض لهجوم يعني فيه جزء مبرر وجزء غير مبرر اتكلمنا على الجزء طبعا الغير مبرر طبعا يمكن والتر من اللعيبة كلنا اللي شفناها السنة اللي فاتت بتأدي بأداء أكتر من رائع مع الجونة تاني هداف الدوري بتلاتاشر هدف أكيد أكيد محتاج فترة شوية لازم نصبر عليها لازم نتكلم محتاجين فترة شوية محتاجين كمان يوه محتاج هدف ولو لحظت يا حضراتك وأكيد تتبعات مبررات بيراميز حتى لما كرة الأخيرة اللي شريف طلحها ماسك الشبكة بيهزها هو عنده نوع من عدم شوية نفسه يكسر الحتة دات يكسر عدم التوفيق دوت هز الشبكة كده احنا على المستوى الفني احنا اعتقد بشكل كامل كل الجماهير النادي الأهلي والية من اللعبة المميزة فنيا محتاج شوية بعض الوقت محتاج شوية بعض التجانس محتاج يفك دوت بهدف واعتقد يا رب ان شاء الله هذا الهدف يكون في كاس العالم الأندية اللي هتديله دفعه ويفكرنا بفلافيو حضراتكو فاكرين طبعا فلافيو الده كان بيعاني في الفترات الأولى وكان مانيول جوزيه وجمهارين النادي الأهلي كان عليه كمان كان عليه ضغوط كبيرة جدا جدا لكن مانيول جوزيه كان شايف فيه الهدف مع الصبر عليه وصل لمرحلة كبيرة جدا واصبح من عظماء هدفي النادي الأهلي على مره العصور وقال لي نفس الكلام المسيماني حرس كمان يتكلم معه يعني شايف انه هو بيتكلم معه على المستوى النفسي زي ما تتكلمت مهم جدا انه يقف على رجله المسيماني الناس بتتكلم كان المفروض يبدأ بمحمد شريف دايما وهو ينزل بقال لي على اساس ما يكونش فيه ضغط عصبة عليه كل دي امور فنية لكن النهاردة كانت جلسة اعتقد مهمة جدا جدا لوالتر بجانب النواحي الفنية اكيد النواحي النفسية بتفرق مع العيد امبرح تصريحات مسماني في المؤتمر الصحفي كانت الحقيقة مميزة جدا وفيه عنده كده كذا تصريح يعني كان لافت للنظر بس فيما يتعلق ببواليا قال لك ده ناقص جون صحيح قال لك ناقص جون هي الفتحة بتاعت ربنا دي يعني ربنا يفتحها عليه ان شاء الله يا بواليا واحنا كلنا ثقة فيه يعني طالما خلاص النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي أو لجنة التعاقدات في النادي الأهلي قررت ان هي تتعاقد مع لاعب ايا كان مين هي اكيد عنيها على انت ممكن يعني مش اي حد يقدر يشوف واحنا جماهير النادي الأهلي وانت جماهير النادي دايما نقول جماهير النادي الأهلي هي الدعم والسند الحقيقي